قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده قال إن صحيبا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه تمر وخبز فقال أدن فكل قال فأخذ يأكل من التمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن بعينك رمدا فقال يا رسول الله إنما أكل من الناحية الأخرى قال فتبصم النبي صلى الله عليه وسلم